أو هو ده الخبر الأهم الحقيقة النهاردة كان فيه اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي تم اتخاذ بعض القرارات الخاصة في هذا الاجتماع خلونا نطلع نشوف أهم القرارات اللي تم اتخاذها في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى هذه تحية لكم مشاهدين الكرام جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي وحساباتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نستعرض معا في الدقائق التالية أهم وأبرز قرارات مجلس إدارة النادي المنعقد بمقره التاريخي بالجزيرة اليوم الأربعاء 14 دسمبر 2022 برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة أن هذا المجلس وجده الأعمال وكان متخن بالموضوعات لكننا ستوقف أمام أهم وأبرز القرارات التي رشحت اليوم خاصة بعد دراسة الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية إلى النادي باعتماد محضر الجهة الإدارية والخاص بالجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي جرت مؤخرا هذا الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية المصرية أشار إلى أن مجلس الإدارة هو المفوض في اختصاصات الجمعية العمومية وعلى ضوء ذلك الخطاب قرر المجلس في اجتماعه اليوم مجموعة من القرارات المهمة لعل أبرزها وده خبر صعيد الحقيقة بالراغبين في الانضمام لعائلة النادي الأهلي في ضوء الإقبال الكبير الفترة الأخيرة على فروع النادي المختلفة على عضوية النادي خاصة فرع القاهرة الجديدة قرر المجلس تأجيل الزيادة المقررة على رسوم العضوية في فرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة حتى 3026-23 ست شهور فترة كافية جدا وذلك حتى يتسنى للراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي الاستفادة من الإسعار الحالي الحقيقة أنه التشغيل التجريبي منتظر في خلال أيام أو أسابيع قليلة يشهد فرع القاهرة الجديدة في منطقة التجمع الخامس هذا الفرع يشهر إليه بالبنان جملة من الإنشاءات تكاليف الحقيقة كبيرة جدا فرع يليق بكل الراغبين للنمام النادي الأهلي وبعائلة النادي الأهلي وبأعضائه القدامة بالإضافة إلى الفرع المتميز في الشيخ زايد كانت الأسعار زي ما حضرتك عارفين 250 ألف جنيه هذه الأسعار معمول بها حتى 36-23 إن شاء الله وهناك نظم لتقصدها أيضا للتيسير والتسهيل على كل الراغبين في الانضمام إلى عائلة النادي الأهلي وعضوية فروعه المختلفة أيضا هذا كان قرار تاني المجلس قرر إرسال الميزانية إلى الجهة الإدارية حتى يتسنى لها إرسال الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي أخيرا قرر المجلس ضم كل من محمد الجرحي ومحمد سراج عضوي المجلس إلى عضوية لجنة إدارة المباريات التي يترأسها السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي وتضم في عضوياتها الدكتور محمد شوقي ودكتور مهند مجلي عضوي المجلس وذلك للتنسيق بشأن حضور جماهيل النادي الأهلي للمباريات المختلفة هذه جملة القرارات التي صدرت اليوم أو أبرز القرارات التي خرجت من المجلس في اجتماعه اليوم كل أمنيات الطيبة بدوام التوفيق النادي الأهلي ودائما أبدا تحت مضالات مسر الكبرى شكرا لحضورتكم طيب دي كانت أهم القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة على التوفيق النادي والمهند وداء